بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان ما أكثر القصص وما أكثر الحكمة والعبر في هذه الحياة لكن المشكلة في أن نسمع القصة ونسمع العبرة ونستخلص الحكمة ولا نقوم بعملها تلك من أسوأ العادات وإني فيما أهد من قصص معبر وحكم إنما أريد منكم أن تتعلموا منها وتعلم غيركم وتستفيدون منها قدر الإمكان قصة اليوم جميلة وخفيفة وسيحبها الكثير منكم كان هنالك طيب حابد تقي وقد كان يعمل بالتجارة وكانت له تجارة مستهرة جدا وكان لديه سلاسة صبية لم يكن عنده أي فتاة وكانت امرأته إنسانة طيبة أيضا وكانت تعين زوجها دائما في تربية أولادها الثلاثة الذين حفظوا القرآن وتعلموا الرماية ورقوب الخيل وكانوا من الفرسان الشجعان وكان كثيرا ما يتفاخر بأولاده وتربيته لهم ولكن الموت سيأتي في يوم من الأيام ويبقى هؤلاء شبان السلاسة ووحدهم بدون أب فإذ بسكرات الموت وهاجم ذلك الشيخ التاجر التقي العابد فيأتي ويمسك بيد أولاده الثلاثة وينظر إليهم نظرة واحدة ويقول بعد أن آمد عينيه محمد يرس ومحمد يرس ومحمد لا يرس لماذا قال ذلك الرجل هذا الكلام؟ في الحقيقة أن لديه ثلاثة صبع والصبية الثلاثة كانوا بإسم محمد وتشاهد ذلك الرجل وأطلق روحه للسماء طائرة ناقية استغرب الأخوة من كلام أبيهم وقال كلنا إسمنا محمد فمن محمد الذي سيرس ومن محمد الثالث الذي سيرس ومن محمد الثالث الذي لا يرس فذهبوا إلى أمهم وبدأوا يقولون لها من من الذي لا يرس أقال لك يا أبي شيئا؟ وقالت أنا لم يقل لي أبوكم أي شيء ولكن يجب أن تعلموا لوحدكم من هو الشخص الذي يجب أن لا يرسه دخلت شكوك كثيرة في نفوس الأولاد لكن حسن تربيتهم لم تجعلهم يسألون أمهم سؤالا قد يحرجها أو يدخل الكدر إلى نسها حدثوا في موضوعهم للذهاب إلى أحد القضاة الذين اشتغلوا بالذكاء في منطقة قريبة تبعد مسيرة عشرة أيام عن بيتهم بالفعل شدوا لحال وركب كل واحد منهم حصانا وأخذ ذاته وانطلقوا باتجاه ذلك القاضي بعد مسيرة سبعة أيام يبقى لهم سوى ثلاثة أيام وصلوا إلى منطقة شبه صحراوية ووجدوا هناك عربيا بسيطا يدور يمينا وشمالا ومهو متضايق ويكاد عرقه يمتزج بدموعه فقالوا له بابك يا عمى وقال لهم أرأيتم حمارا مقطاع حماري قالوا لا فجلسوا هم وذلك الرجل تحت ظل نخل فبدأ الصغير يقول لهم أكان حمارك أهور فقال له نعم فقال الكبير أو كان يحمل على أحد طرفيهما شيئا حلوا والآخر كان يحمل فيه شيئا حمدا قال له نعم قال له ذلك الكبير قالوا وهل كان ذيل حمارك مقطوعا فقالوا من الله عليكم إنه هو هل رأيتمون فنظر الثلاثة إلى الرجل وقالوا لا نحن لم نرى فقال لهم أنتم كازمون أنتم من سرق حماري وأنا وأنتم عند القاضي فلان فقالوا له لا بأس تنذهب معك إلى القاضي فلان نحن أصلا ذهبون إليه وباد العرابي في تلك الأيام أثر هساء الغريب من تصرف هؤلاء الأخوة أنهم كانوا يطعمونه ويحسنون ضيافته ولأنه كان بدون مراكبة كان في كل مرة واحد منهم يركبه فوق راكبته وكاد الجنون أن يصل إليه إلى أبعد الحدود هو يذهب معهم إلى القاضي ويعاملونه بذلك الاحترام حتى شكل دقيقة منهم فعلا لم يسرق حماره ولكن الوصف الذي قالوا جعله يتأكد أن ذلك الحمار قد رأوه بأمين عينيهم وأنهم لا يريدون أن يقول له أين ذهب ذلك الحمار وبالفعل وصلوا إلى ذلك القاضي فجلس القاضي ليقضي لتاح بالحمار أولا ثم يقضي لهم بقضيتهم قال لهم إذا لم تكوه قد رأيت بالحمار فكيف عرفت أنه أعوار قال ذلك الشاب أن العجب في الأرض يا مولاي كان مأقولا من طرف والطرف الآخر لم يأكل منه لذلك أطلقت حكما على ذلك الحيوان بأنه أعوار لأنه لم يكن يرى العجب في الناحية الأخرى قال له جواب منطقي وقال للثاني وكيف عرفت أنه كان يحمل شيئا حلوا طرف الآخر يحمل شيئا مالحا قال له يا سيدي من كسرة الزباب الذي كان موجودا على الطرف اليمين يقول له شيء موجود على الطرف اليسار وفي الغالب الزباب يأتي إلى الشيء الحل قال له أحسنت كلامك صحيح يبدو أنك فعلا لم ترى الحمار قال له للثالث وكيف عرفت أن ذيله كان مقطوعا قال له يا سيدي لو كان ذيله كاملا لكان روسه يقع كما هو في مكان واحد أمام لكن لأن ذيله مقطوعا كان الروس يأتي على جهة والجهة الأخرى لا يأتي عليها أو صدقت أنت يبدو أنك لم ترى الحمار وخرج ذلك العربي يبحث عن حماره مرة أخرى بعد أن تأكد من كلام هؤلاء ألعب غير الثلاثة وكان الوقت قد أصبح الإيلان فقال لهم سأحكم بقضيتكم غدا عندما أحضر إلى القاضي قال القاضي اطهو الطعام فإن عندي ضيوف كبير وغدا سوف يحكم لهم وعندما أحضر الطعام قال ذلك الشاب الكبير لإخوته بصوت منخفض لا تأكلوا من اللحم وكلوا مما هو سواه لأنه ليس بلحم خاروف إنما هو بلحم حيوان مفترس وصحق ذلك القاضي عندما سمع كلامه بصوت خافت لكنه أظهر له بأنه لم يسمعه والتفت ذلك القاضي لحضر الماء أو شيئا ما للضيوف ولكن أذنه كانت عندهم فقال الشاب الأوساط إن هذا الخبز غير ناضج لقد خبثته إمرأة في الشهر التاسع وصحق ذلك القاضي وقال وكيف يعرف كيف يعرفون مثل هذا الكلام ولكنهم بعد أن حلوا قضية ذلك الشاب بدأ يسلق بكلامهم كثيرا فذهبوا ليناموا فأرسل عليهم أحد الأشخاص اللي يتجسس عليهم فإذ بالصبي الصغير يسمع صوت خارج الخباع فقال لهم انتبهوا من هذا القاضي فهو ليس ابن الحلال إنما هو ابن الحرام ووقعت تلك الكلمة في نفس ذلك القاضي وقعتا رهيبا وجعلهم يناموا أحضر الرعي وقال لهم ما هو الحيوان الذي انتبحته ووضعته لنا على الطعام فقال له لما يا سيدي لقد ذبحت خارفا قال له أنت تكذب لقد ذبحت حيوانا مفترسا وقام بتعذيبه بعض الوقت فقال له لقد ذبحت كلبا يا سيدي ولم أذبح خارفا قال له لما فعلت ذلك قال له لأن الرعي كان سيتأخر كثيرا في قدومه إلى القرية وأنت طلبت مني أن أجهد الطعام ولم يكن عندي سوى كلب كبير عجود وأردت أن أتخلص منه فطوهوته بدل خارفا قال لقد صدق الشاب الأكبر فأهضر أمه وقال لها يا أمي من قام بخبض الخبض لهذا اليوم فقالت له فلانة الفلانية وقال لها أكانت حاملا في الشهر التالي له نعم يا أمي إنها حاملة بالشهر التالي لها لمس لقد شاهدتي شهر تحق الآن أجد منك يا أمي أن تقول لي من هو يا أبي فاستغربت الأم كثيرا من كلام ولدها وبدأ يحق معها ولأنه كان مغطاظا جدا عندما علم أن الأول كان كان صادقا وعنما قال أن الثالث أنه ابن حرام فقال يابد أنه صادق في كلامه وكانت أمه شديدة الورع والطقى وقد ربته والجبن يعرف عنها ذلك لكنه استيقن من شيء يريد أن يتأكد منه أخرج السكين وضعها على راقبة أمه هو لا يريد أن يقتله ولكن يريد أن ينتظه على اعتراف منه قالت له سأعترف لك فقالت لها أنا ابن ما قالت له أنت ابن الراعي فلان فلاني فصدمه الكلام بشكل لا يوصف فقالت له فعلا أنا ابن حرام فقالت له نعم يا أمي فقالت له لماذا فعلت ذلك يا أمي فقالت له أن والدك هو شيخ القبيل لم يكن ينجب الأولاد وقد طلق قبلي أكثر من عشر نساء وكان لابد لي أن أحمل وأنجب له شابا حتى لا يطلقني ويرميني في بيت أهلي فما كان مني إلا أن أعطيت الراعي بعض المال وجعلته يقوى علي عدة مرات حتى حملت منه وظن أبوك أنك ولده وعطاك ما أعطاك كبرك فيما كبرك أما بالنسبة لذلك الرعي أولدي فقد مات منذ 8 طويل فلم يكن صغيرا كان كبيرا في العمر ومات السر معه كيف عرفت ذلك فقال لها لا بأس عليك اذهبي إلى خبائك فبيني وبينك سلام آخر فجاء الصباح وجاء الأخوة الثلاثة ليحكم لهم القادي قال لهم محمد يرس ومحمد يرس ومحمد لا يرس فنظروا إلى بعضهم فقال الكبير محمد سوف يرس والأوسط محمد سيرس والصغير محمد لن يرس فقالوا له على أي استاذ أنت حثمت بذلك أيها القادي قال لهم لقد سمعتكم في البارحة وأنتم تتكلمون لكن كيف عرفت أيها الكبير بأن هذا لحم حيوان مفترس وليس بخاروف قالوا يا سيدي نحن أصحاب باتيا ونعلم أننا عندما نصبح الزبائح نجد الدهن ثم اللحم ثم الأعضاء التاخلية أما بالنسبة للحيوانات المفترسة فيكون اللحم أولا ثم الدهن ثانيا وتلك الزبيحة التي أتيتم بها كان اللحم فوق والدهن من الداخل فهذا يعني أنها حيوانات تأكل اللحم وليست عشبة قال له لذلك أنت ثوف ترس وقال للآخر كيف عرفت أن التي خبزت الطعام هي أماتهم في الشهر التاسع وبالكاد أنها ثوف ترد قال له يا سيدي أن الخبز لم يكن ناضجا كما يجب فتلك المرأة الحامل كانت تضع قطعة الخبز ولأن بطنها كبيرة كانت الخبز تنتفخ من منطقة وفي المنطقة الأخرى لا تنتفخ لأن المرأة لم تكن تراها جيدا لتقلبها ولذلك حكمت على أنها حامل قال له لذلك حكمت لك بأنك ترس لأني تأكدت فعلا من كلامك وقال الصغير أنت لن ترس قال له لماذا أنا لن أرس قال له لقسمتك البارحة وأنت تقول عني أنني ابن حرام وقد تأكدت من كلامك فكيف عرفت أنني ابن حرام قال له لو كنت ابن حلال صاف لما أرسلت علينا العيون أو الجواسيث لتتجسس علينا وتعلم ما نقوم وما نفعل فتلك ليس من شيئم أولاد الحلال أو من شيئم الرجال الكورنائي والصالحين قاله هو ذا ابن الحرام لا يعرفه إلا ابن الحرام الذي مثله الكبير يرس والأوسط يرس والصغير لا يرس سكت الأخوة الثلاث وحمض لنفسهم وعادوا إلى أمهم وقالوا لها أهو ابن حرام حقا شك الأولاد في أمهم قالت لهم نعم يا ولدي إنه ليس ولدي وليس ولد أباك كان أباك في يوم من الأيام ذائبا إلى المسجد ليصلي وقد وجده ملقا أمام الجابع وكان بالكاد عمه عدة أيام فأخذه والدك واحتضنه وكبره وقام بكامل واجبه عنه وعطاه اسمه حتى لا يكبره ويقول من فلان ولكن الإسلام يقول أنه إذا لم يكن ولده فأنه لا يحق له أن يرسه أبدا لقد رباه وكبره وتلك هي عمله وصنيعه أما الورث فهو يكون للأولاد من نفس الأبي والأم قالوا لماذا لم تقول لنا منذ البداية ذلك يا أمي قالت صهب علي أن أقول لكم ذلك وربما لو قالها شخص آخر لقد طرعتم أكثر مني ومن والدكم وهو يعلم تماما أنكم كنتم ستذهبون إلى ذلك القاضي وهو الذي كان سيدلكم على الصواب وها هو مات وقد علم أن تخمينه هو الحق فعلا وبالفعل لم يرس محمد الصغير والده الذي رباه وكبره لكنه أعطاه جزءا من ماله يقوم به على حياته تطبيقا لحكم الدين أريتم أعزائي المستمعين والمستمعات انتبهوا عندما تخالطون شخصا وأنتم لا تعلمون من هو الكثير مننا يقوم على المر والتقوى والحياة والأمور التي تجعل منه أمام الناس شيئا عظيما وكأنه قدبة للجميع وفي النهاية سيظهر لك العكس إذن لا تنظر على الأمور من خارجها ونظر على الأمور من جوارها ودائما الاحتكاك والمعاملة المباشرة هي التي تبين لك فيما إذا كنت تعامل شخصا فعلا جيد أم سيء إذن الحكم على الأمور بشكل ظاهري يجب أن لا نقوم بها وأن نتعمق أكثر وأيضا القصة تقول لنا أنك لا تستطر المعروف مهما كان هو أي نعم لن يرسه ولكنه ربما هو شخص ليس سيئا ربما هو ليس ابن حرام ربما ولدته أو أبوه مات واخذوا صالك الشخص وقام بتربيته لأن قصتنا لم نقول أن ذلك الشاب سيء ولكن طبعا في نفسه جعله يكشف معدنه الحقيقي أو ما هو عليه أصلا عفنا الله وعفاكم وستر على إماء المسلمين وإماتهم وستر على أولادنا وأولادكم وجعلنا من أولاد الحلال الصافين بإذن الله بإذن الله وأبعد عنا الحرام في الدنيا والآخرة ودائما أقول هذا الدعاء أعزاء المستمعين والمستمعات فإنه يحفظكم ويستركم أنتم وأولادكم في الدنيا والآخرة واجتهدوا أجتهدوا أعزاء المستمعين في أن تقولوا لأولادكم لا سيما إذا قررت أن تخرج من المنزل أو قررهم الخروج إلى المنزل لأنك في النهاية تحفظهم بدعاء سيجعل منهم بإذن الله أولادا بارين صالحين قل اللهم احفظني وأولادي وذريتي كلها من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إنه دعاء رائع لم أعلمت قيمته لكتشفتم أنه الحافظ لكم من كل مكان ليس فقط من شياطين الإنس وإنما من شياطين الجن أرجو أن تكون القصة قد أعجبتكم وأن تجيب على أسئلة غريبة قد تدور برأس بعضكم لا تنسوا أن تشاركوها مع أصدقائكم وأن إذا أعجبتكم أن تضغطوا على ذر الأعجاب وأن تشتركوا بقناتي إن لم تكونوا مشتركين كنتم مشتركين فأنا أنتظر منكم التعليقات الجميلة التي دائما تسرني في كل مرة لا تنسوا الأعجاب بالمقطع وشكرا من حسن الإصال ودعا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا شكرا